السلام عليكم من أفضل المراحل التي يستمتع بها المربي عندما يستقبل الكتكيت ويخرجهم من الفقاصة إلى الحاضرة ويستمتع بهم وهم يلعبون أمام عينيه تلك التجربة ممتعة وممتعة جدا تربية السمان هي من المشاريع المربحة والتي يمكنها أن توفر لك دخل إضافي دورت نمو السمان قصيرا فهو يمكنه بداية الإنتاج البيض في 6 أو 7 أسابيع فقط إنتاجه للبيض ممتاز فيمكنها أن يصل إلى 300 بيض في السنة ولا يحتاج إلى مساحة كبيرة يمكن استعمال الأقفاص في التربية المكتفة رغم أن الأقفاص هي غير صحية ويمكنها أن تضغى بصحة السمان وتجعله يفقد جماليته لذلك من الأفضل اعتماد على التربية الأرضية فالسمان لا يحضن على البيض مثل الدجاج لكن تحتاج إلى فقاصة للعمل على التكاتر أو بيع الكتاكيت السمان إذا وضعت البيض في فقاصة يمكن بداية خروج الكتاكيت بعد مرور 17 يوما ويحتاج إلى التدفئة وحاضنة ترعى فيها الظروف التهوية إذا أردت أن يكون لك إنتاج ممتاز يجب أن توفر لهم التدفئة وتحافظ على 16 ساعة من الإضاءة في اليوم فإذا أردت أن ترب السمان في الأقفاص يجب أن يكون القفص مائل ليجتمع البيض خارج القفص وإلا سوف يتعلم السمان أكل البيض أما في التربية الأرضية فهو يفرغ فضوله في نبش الفرشة ولا يهتم بأكل البيض السمان يتغدى على العشب والطحين الشعير والدرع هو العلف المركب الذي يحتوي على المكونات الأساسية ويجب أن تحميه من المفترسات كالقطط والكلاب يجب أن تضعه في مكان واحد ولا تغير له المكان لأنه يمكن أن يتوقف عن إنتاج البيض حتى يألف المكان لذلك من الأفضل اختيار مكان واحد للتربية بيضه ولحمه مطلوب في السوق لفوائده الكثيرة لكن لشدة المنافسة تحتاج إلى مدة كي تعرف بين المربين وتبني ثقتك مع المستهلك في فصل الصيف يقل الطلب عليه لكن بعد خروج الصيف